أجواء مأسوية تعيشها والدة بهاء الدين ذو الخمسة عشر سنة بعد غيابه الغامض بهاء الدين الذي لم يترك سوى رسالة بلغها أخوه الأصغر فحواها أنه كره المعيش بالبيت ولا يريد العودة في ذل الأجواء المشحونة التي تمر بها علاقته مع الوليد لتتحول حياة الولدة إلى رحلة بحث في كل ربوع الولاية تقل لي هذا، تقول لي يا أمي، بلّي قل لك أبقى على أخر مزيتش تشوفيني كرهته مليتي، مليتي منذ المعيشة بصع قللوا جام الله، وحد ما يتركك وحد ما يدركك قلوا وغير شعلي بركة قلوا لا تقل لي يا أمي مرش وأخليك وراح وأخليتي قلوا يا أمي كنتي ما نقول جاء التقية قلوا الواحد جملتي قلوا والله Uhud ما يتركك ميد ربك وحد ما يتركك هذا وتعيش عائلة بهاء الدين حسب بعض المقربين حياة بائسة بسبب الظروف المادية ما يرشح فرضية عدم تعرضه للاختطاف أمل كبير يراود عائلة حواس في إيجاد بهاء الدين وبين تعقب وترقب تبقى الأمل معلقة